السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون اختبار منتصف الفصل للوحدة الثانية الأعداد حتى الخمسة للصف الأول الابتدائي نقوم بحل الثلاثة مارين السؤال الأول يعد الطالب الأشياء وينطق العدد ثم يلون مربعات حسب عددها ويكتب العدد إذن السؤال الأول يعد الطالب هذه الأشياء كم عدد هذه الأشياء المنطد واحد اثنان ثلاثة ونقوم بكتابة هذا العدد ثلاثة ثلاث خطوات واحد اثنين ثلاثة هذا هو العدد الثلاثة نقوم الآن بتلوين هذه المربعات نلون هذه المربعات بأي لون طبعا طبعا للاختصار وضعنا هذه الخطوط الطالب والطالبة يقوم بتلوين هذه المربعات بشكل كامل إذن هذا بالنسبة إلى السؤال الأول ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية سؤال الثنين يعد الطالب الضفادع في كل مجموعة ثم يحوط المجموعة المكونة من خمسة ضفادع ويضع علامة خطوة على كل مجموعة مكونة من أربع ضفادع ليكون مكونة من خمسة واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة نقوم بتحويط هذه المجموعة لأنها مكونة من خمسة المجموعة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة نضع عليها خطا المجموعة الثالثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نقوم بتحويط هذه المجموعة لأن عددها خمسة المجموعة الرابعة والأخيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي أربعة نضع لها خطا X سؤال ثلاثة يعد الطالب النحل وينطق العدد ثم يكتبه عدد النحلات الموجودة واحد اثنين نحلتان اثنين إذن ويقوم بنطق هذا العدد نقول له اثنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا